بسم الله الرحمن الرحيم أيها الأحبة هذا الحديث أحببت أن أتوقف عنده قليلا لأن فيه عبرة ومغزى وفيه اطمئنة للقلب وفيه راحة للنفس النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله خلق للجنة أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم وخلق للنار أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم حديث عجيب جدا إنسان منذ أن كان في صلب أبيه قبل أن يخلق قبل أن يولد وقبل أن تحمل به أمه أصلا خلق للنار وآخر وهو في صلب أبيه خلق للجنة كيف هذا الكلام؟ سأقول لكم أيها الأحبة الله عز وجل هو عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا لو قلنا إن الله لا يعلم ما هي نتيجة كل إنسان هذه إساءة في حق الله واتهام لله بنقص العلم كيف يخلق ولا يعلم مصير ما خلق والله تعالى هو القائل ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو خبير بشؤون عباده طيب هنا قد يقول ملحد هذا الحديث فيه ظلم كيف يقرر الله نتيجة إنسان قبل أن يخلقه خلق للنار إذن هذا فيه ظلم طيب القضية سهلة جدا أيها الأحبة أقول لهذا الملحد هل أجبرك أحد على الإلحاد؟ يعني هل أحد ضغط عليك وأجبرك أن تصبح ملحدا أصلا أنت هل تعترف بوجود الله أصلا أنت لا تعترف بوجود الله إذن كيف تقول إن الله يجبر الناس على أن يكونوا مسلمين أو غير مسلمين إذا كنت أنت لا تعترف بوجود الخالق سبحانه وتعالى هنا أيها الأحبة ينبغي أن نفهم ما هو علم الغيب علم الغيب هذا علم معقد جدا اليوم أحبة في الله بعض العلماء الغربيين درسوا علم الغيب وبعض العلماء يعتقد أنه باستطاعتنا أن نتنبأ بالغيب بنسبة مئة بالمئة علميا أو نظريا إذا استطعنا أن نحصي كل الاحتمالات الواردة يعني أنا مثلا الآن سأرفع يدي أو سأخفضها أنا سأحسب كل الاحتمالات وكل العوامل التي تدعوني لرفع يدي مثلا فإذا علمنا كل هذه العوامل والمعادلات نستطيع أن نتنبأ تماما مثل صاروخ مثلا سأعطيكم مثال بسيط صاروخ ضل طريقه في أو قبل ذلك مركبة فضائية قمر صناعي نحن نحسب كل المسارات المتاحة ونحسب سرعته والعوامل المحيطة به ونضع العلماء يضعون آلاف المعادلات الفيزيائية والرياضية لكي يضعوا هذا القمر الصناعي أو هذه المركبة في مكان محدد من الفضاء ماذا فعلوا؟ حسبوا كل الاحتمالات طيب في حالة الإنسان هل يؤمن أو يكفر؟ لدينا عدد هائل من الاحتمالات ولكن نظريا إذا علمنا هذا العدد الهائل من الاحتمالات نستطيع أن نتنبأ ونقول فلان سيكون كافرا فلان سوف يؤمن فلان سوف يلحد يعني اليوم نحن بخبرتنا البسيطة جدا كبشر نستطيع أن نتوقع مثلا فلان سيقتنع بهذه الفكرة أو لا يقتنع سيقتنع بفكرة وجود الله أو لا لا يقتنع بناء على ماذا؟ بناء على دراسة حالته النفسية مؤتقداته سلوكه مناقشاته حواراته كتاباته ندرس نحلل كلامه بناء على مجموعة كبيرة من العوامل نتنبأ أنه ماذا؟ سيقتنع بفكرة ما أو لا يقتنع بها طيب إذا كان هذا العالم موجود لدينا نحن البشر كيف برب العالمين الله خلق الإنسان انظر أخي الحبيب قال تعالى وهديناه النجدين فألهمها فجورها وتقوها ونفس وما سوها فألهمها فجورها وتقوها طيب الإنسان مزيء يعني هو صاحب قرار الله سبحانه وتعالى أعطاك حرية الاختيار كاملة أنا من الذي يمنعني الآن أن أشرب الخمر مثلا أو أن أشرب الماء من الذي يجبرني أو يمنعني أن أقول لا إله إلا الله أو لا أذكر الله من الذي يجبرني أن أصلي أو لا أصلي إذن أنت لديك حرية اختيار كاملة وأنت تختار بناء على ماذا بناء على أفكارك بناء على اعتقاداتك بناء على قناعاتك الشخصية فبالنسبة لإنسان أيها الأحبة علم الإنسان محدود ولكن علم الله كامل الله سبحانه وتعالى أعطاك حرية الاختيار كاملة ولكنه يعلم أنك ستكفر لكل بساطة لذلك كتب لك النار قبل أن يخلقك لأنه يعلم أنك ستكفر لأن علم الله علم أعلى بكثير من علمنا نحن البشر خلق إنسان آخر هو يعلم أنه سيؤمن سيكون من المتقين فكتب له الجنة إذن هذا الحديث أن الله عز وجل خلق أناسا وكتب لهم الجنة وهم لا زالوا في أصلاب أبائهم وأناسا خصصهم للنار وهم في أصلاب أبائهم لم يكتب هذا عشوائيا بل بناء على معلومات بناء على علم الغيب وبالتالي ليس فيه ظلم طيب أنت أيها الملحد أنا سأقنع الملحد الآن بكلمة واحدة أنت تقول الآن إن الله ظالم كتب علي النار طيب قل لا إله إلا الله والتزم بما أمرك الله وادخل الجنة إذا أنت كنت تظن أن القضية فيها إكراه لماذا تقول لا إله إلا الله لأنك أصلا غير مقتنع بوجود الله فإذا لا داعي لأن تكذب أو تصدق أنت غير مقتنع بوجود الله وبالتالي أخي الحبيب هنا ليس هناك تناقض أبداً بين العدل الإلهي وبين اختيار الإنسان وبين ما كتبه الله عليك قبل أن يخلقك ما معنى كتب الله النار على فلان؟ لا تعني أن الله أجبر فلاناً أن يدخل النار لا الله كتب كل الاحتمالات التي يعلمها الله لا يتوقع ونحن نتوقع ولكن الله يعلم كل هذه الاحتمالات كتبها الله وضمن هذه الاحتمالات أن هذا الإنسان سيكفر فهذا الأمر مكتوب ولكن ليس بإكراه من الله ليس بإجبار من الله بل باختيار من هذا الإنسان أتصور أن الصورة تضحت أيها الأحبة فلذلك لا يأتي شخص يقول والله أنا أجبرني الله على الكفر وأجبرني أن أدخل النار لا يا أخي أنت كاذب إذا قلت ذلك فأنت كاذب لماذا كاذب؟ سأقول لك لماذا لأنك لو كنت صادقاً إذن أنت تعتقد بوجود الله طيب من يعتقد بوجود الله ألا يطيع الله عز وجل رأيتم أيها الأحبة أنا الآن أعتقد أنا أمامكم الآن أنا سأعطيكم نموذج عملي يعني أمامكم أقول لكم ما الذي أعتقده أنا أعتقد وهذه وجهة نظري استنبطتها من القرآن الكريم ومن كلام النبي عليه الصلاة والسلام أنا أعتقد أن كل شيء مكتوب على الإنسان بنسبة مئة بالمئة تاريخي أنا مكتوب وأعمالي مكتوبة وحركة يدي مكتوبة وكلامي هذا مكتوب قبل أن أخلق وقبل أن يخلق يخلق الله السماوات والأرض حتى يعلم كل شيء هذا هو العلم المطلق هذا يجعلني أحسن الظن بالله رقم واحد هذا الاعتقاد أن الله كتب كل شيء يجعلني مرتاح في الدنيا لا أحمل أي هم الله قدر هذا الشيء انتهى خلاص انتهى يعني فلماذا أحمل هم هذا الأمر عندما أمرض أعلم أن الله قدر لي المرض أنا أرتاح طبعا أنا أسعى بموضوع العلاج وأسعى ولكن أعلم أنني لن أشفى إلا عندما يكتب لي الله الشفاء هذه العقيدة مريحة أيها الأحبة هذا أحد أسرار الراحة النفسية التي حرم منها الكثيرون لماذا حرموا منها حرموا منها لسبب بسيط أنهم ربطوا حياتهم بالأسباب المادية وغفلوا عن المسببين سبحانه وتعالى يعني أنا مثلا حصل معي حادث حصلت معي حالة فرضا وفات حالة أي مكروه أو أمر سيء ما دمت أنا أعتقد أن الله كتب هذا الشيء أرتاح نفسيا وهذا لا يعطلني عن السعي بالأسباب أنا أسعى كبشر بغريزتي وفطرة البشرية أسعى ولكن في داخلي مطمئن هناك شخص يسعى وهو غير مطمئن يعني عندما يحدث معه أمر مكروه ويقول إن فلان تسبب بهذا الأمر ويلوم فلان ويحمل مسؤولة هو الصحيح تسبب ولكن قبل ذلك الله كتب لأن كل ذرة في الكون لا تتحرك إلا بأمر من الله استمعوا معي إلى هذه الآية وأختم بها أيها الأحبة موضوع طويل جدا طبعا ولكن أنا أعطيكم ومضاد فقط الله سبحانه وتعالى يقول وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين يعني سقوط هذه الورقة من خلفي هذه شجرة خلفي كلما سقطت ورقة مسار هذا الورقة مكتوب زمن سقوطها مكتوب وأين ستقع مكتوب ومصيرها مكتوب وما الذي سيحدث لها بعد أن تتفكك وتتحلل وكم ذر فيها مكتوب تصوروا علم الله مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو فإذا كان الله كتب كل شيء ألا يكتب مصير إنسان طبعا أنا عندما أعتقد جازما أن الله موجود وأنه كتب مصائر العباد أنا بفطرتي سأهرب من النار أنا أخاف من النار أخاف من العذاب سألتج إلى الجنة سألتج إلى عمل يقربني إلى الملك سبحانه وتعالى ويدخلني الجنة لذلك قلت لكم كل من يقول إن الله ظالم أنه خلق الخلق ويعذبهم وكتب عليهم النار هذا كاذب لماذا؟ لأنه لا يعتقد بوجود الله لأنه لو اعتقد لآمن يعني أنا إذا كان لدي ملك هذا الملك يقتل كل من لا يعترف به مثلا يعني فأنا ما دمت أيقنت بهذا الملك وأيقنت أنه وضع هذا القانون طبعا أنا لن أعرض نفسي للقتل أو الموت أنا سأعتق أو سأعترف به وأنجو تمام أيها الأحبة فلذلك هنا يجب يجب أخي الحبيب أن تعتقد أن كل شيء مكتوب ولكن مع هذا الاعتقاد أن تعتقد أن الله يحبك ويريد لك الخير ويدعوك يدعوكم ليغفر لكم يريد أن يدخلك الجنة يقول لك تعال اقترب ادعوني أستجب لكم الله يحب قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني اتبعوا النبي عليه الصلاة والسلام يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور الرحيم فإذن العقيدة اليقينية بأن الله كتب كل شيء مريح جدا تريحك في الرزق لا تقلق بشأن الغد كل شيء مكتوب لا تقلق بشأن مصيرك أو مصير أولادك كل شيء مكتوب وبالتالي هذا الحديث يريح الإنسان أيها الأحبة أن نعتقد أن كل شيء مكتوب لذلك أنا عندما أعلم أن الله كتب كل شيء لا أنا سأحاول أن أكون من أهل الجنة إن شاء الله أن أنجو من النار لا أن أجلس وأعصي الله وأتحدى الله وثم أقول الله كتب علي النار نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته حتى يتبين لهم أنه الحق